اصحابة من تحديد السلام عليكم هلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنستعرض معاكم البيتا الثانية التي هي نسخة الجريبة الثانية 13.6 النسخة الأولى كانت رقمها 13.5.5 قبل انقذت وما كملت على 13.5.5 انقلت على 13.6 وهو تكميل 13.5.5 فمثل ما نشوف الحجم حقها 336.6 أنا كنت على النسخة الأولى نتقلق على الثاني هذا الحجم لو نخش نشوف البلد نمبر البلد نمبر حقها في النهاية C القديمة كانت D فشوي قربنا النسخة النهاية لا توقع أنها ستطول هذه النسخة وتنزل للكل ممكن على نهاية الشهر هذا سأشوف قدام لو نتكلم لكم عن firmware update مثل مودم هنا لحق لقط الشبكة أو wireless ما تغير في شيء مثل ما نشوفه 1.06 نفسه فما في تغيير هنا لو نتكلم عن تغييرات الجديدة اللي نزلت في السوفتير هذا إذا حدث لها السوفتير إذا نزل طبعا للكل راح تشوف هنا ميزة لو تخش حق السوفتير دونلود هنا optimize مثل ما نشوف أو customize غسطي أو update ونضغط عليها هنا كانت قديمة موجودة عندنا ما عندنا هذا الخيار واحد أنه يحمل تلقائي لكن نحن في خيار ثاني مش بس التحميل لأنه في فرق بين التحميل والتثبيت هنا التثبيت يمكنك تخلي التثبيت تلقائي لو تشقل هذا الخيار معاك خلاص يحمل تلقائي وفي الليل مثلا تنايم ولا شيء ما يحتاج أنك تسوي تنزيل تلقائي أو أن يجي لك شعار أنك لازم تنزله تخلي تشغال وفي الليل إذا كان مشبوك على الانترنت مثل ما هو مشبوك مثل ما هو طال عندنا هنا أنه إذا كان مشبوك على الواي فاي ونتحطه في الشاحن آخر الليل بالحال لو تجد صباح تجد محمل تحتاج إلى الجهاز وهذا التقيير الجريد في 13.6 لو نشوف برضو في شيء ثاني في الهيلث لو نخش على الهيلث على حسب الدولة حقتك إذا كنت تستخدم الهيلث أو لا في خيار هنا جريد لو ننزل عليه هنا السمتوم أو الأعراض إذا كنت مثلا تراجع طبيبة أو شيء تقدر تحط له شيء هنا العراض حقتك كلها لا مثلا عندك توقع لأكني الحبوب للشباب أو شيء فتقدر تحط هنا العراض حقتك تضغط عليها تسوي آد وتكتب الأشياء العراض حقتك وعراض مثلا جاتك كحة عندك أو أي شيء هنا تقدر تحطها مثلا هيدك أو صداع تضغط عليها وتحطها لحق الدكتور وتراجع الدكتور تمشي معاهم بالخطوات دي لحق يعني الدكتور لو تراجع مثلا ما قلت لكم فهذا الخيارين الموجودين نحن جديد بعض الأشخاص متضايقين أن أبل تنزل تحريثات جديدة أبل رح تنزل تحريثات إذا ما في مشاكل رح تنزل تحريثات إذا في مشاكل فشي حلو هذا مش شيء سلبي لا شيء حلو الشركات الثانية مثل أندرويد ينزلون تحريثات أمنية شهريا فشي حلو هذا لحق الاجتماعي لحق الاختراقات أشياء أنت متدري عنها أشياء داخل النظام عشان تحاول أبل ينزل عندما يحصل الثغرة أبل أن نزل سوكتير ثاني و يدورون مرة ثاني كذلك تسد الثغرات في المستقبل يكون جهاز حقك أمن و لا يوجد أي مشاكل لو نتكلم لكم عن حق منشوف Geekbench ما هي الأشياء الجديدة و ما هي طلعت Geekbench سويتها مرتين على الحق CPU لو نخش هنا نشوف النسخة 13.5.5 النسخة التجربية الأولى هذه الملتيكور 3636 النسخة الأولى كانت 3399 سويتها مرة ثانية 3518 فإنما أقوم مرة ثانية حسب الحرارة و الجهاز و كل شيء الملتيكور أو سينجل كور 1332 ثم سويتها التست الأول 1327 تست الثاني 1271 مثل ما قلت لكم يتغير بالنسبة لي ما يفارك فنحذف الثانية ونحذف الأولى نتم على الثانية نشوف هنا المتل المتل برضو سويته مرتين هنا أعطاني 6232 المرة الأولى أعطاني 3131 المرة الثانية أعطاني 6189 فبرضو ما في فرق يعتبر لو بنشوف الأنتوتو هنا نسخة تجربية الأولى مثل ما نشوف كم الأرقام ما أعطيني راح نشوف لكم نسخة تجربية ثانية مثل ما نشوف ما يعتبر في فرق كبير لو أسوي مرة ثانية يمكن يصير أفضل من أو تحت على حسب يعني مثل ما نشوف CPU GPU في الأرقام فتغريبا هذي كل الميزات وكل الأشياء اللي نزلت فيه متل راح تنزل ما حد يمكن يمكن أسبوع الجاي راح يكون في نسخة يمكن تنزل مع مؤتمر المطورين اللي راح يكون يوم 22 هنا في بداية شهر الهجري يمكن تنزل بعد ما ندري إلى الآن طبعا هنا في المؤتمر المطول راح نشوف iOS 14 راح نشوف ميزات iPad OS راح نشوف ميزات Watch OS الجدد كلهم راح ينزلون طبعا هنا Apple ستسكر iOS 13 خلاص يمكن تكمل معاكم هنا صار في مشاكل لكن iOS 14 متر سينزل حق الكل سينزل في شهر التسعة ميلادي مع مؤتمر Apple يمكن عنا هات شهر ما ندري متأبر ستسوي المؤتمر هو راح ينزل مع iOS 14 راح نعرف كل شي في مؤتمر Apple هنا بس هذا الفيديو هذا كل شي ففي نهاية الفيديو تشرفيني ضبطكم سناب شات ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقات كم تحت تهمني ولا تنسوني فضل دعاكم والسلام عليكم